السلام عليكم كيفكم مصدقائي ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية وخواتم مباركة فيديو اليوم باعلمكم طريقة عمل حلاء سهل جدا وسريع او تشيز كيك اقتصادي ممكن تحصل مكوناته في كل بيت فخلونا نبدأ بالمكونات مع بعض اول شي بنحتاج الى بسكوت الديجستيف انا تقريبا استخدمت نصف باكت من بسكوت الديجستيف وبنحتاج الى ثلاث ملاعق من الزبدة السائحة او المذابة وبنحتاج كمان الى ملعقتين من الموية الان نضيف البسكوت في الفرام ونفرمه كويس الى ان يصير مثل الرمل بيكون معانا بهذا الشكل الان نضيف الزبدة والموية عشان يخلي قوامها متماسك لما نحطها في القالب الان نرجع نفرمها مرة ثانية عشان نتأكد انها متزجت كويس مع البسكوت بيصير معانا بهذا القوام كأنه رمل مبلول بعد كذا نضيفه على القالب يكون قاعدته متحركة وهذا اني سبق اشتريته من شيئين وعرضت لكم اياه في الفيديو السابق جدا حلو جدا عملي هنا اضفت البسكوت وبديت اوزعه بشكل متساوي في القاعدة وحاول اني اضغط عليه بحيث يصير معانا يعني بشكل مستوي وما يكون مرمى لا يوجهه اكبر من جهه كده يكون جاهز معانا نحطه في الثلاجة الى النيبرود الان نجل الخطوة الثانية بنحتاج الى كاس من الحليب البودرة وربع كاس من السكر وجبن كيري انا افضل انكم تضيفون ثمانية قطع من جبن كيري عشان تعطي مذاق اللذو قلد فانتو استخدموا ثمانية قطع من الجبن الكيري وكمان بنحتاج الى كاس ونص او كاس وربع من الزبادي الان نضيف كل المكونات مع بعض في الخلاطة ونخلطها كويس وكمان اضيفوا فانيليا عشان النكاء او اي نكاء انتم تفضلونها بعد ما بردت الطبقة الاولى نضيف الطبقة الثانية بعد كذا نحطها في الفرن لمدة 15 الى 20 دقيقة حسب نوع الفرن بعد ما جهزت مثل مواضح شايفين كيف حمرت الجوانب ويكون قوامها كذا متماسك بنحتاج الى ضرف كريم كراميل وملعقات كاكاو مور وكاسا مويا بالنسبة للطبقة هذه انتم ممكن تسوون ايشي مش ضروري مثل هذه الخطوات ممكن تسوون زبدة اللوتس ممكن تسوون فرولة ممكن تسوون الطبقة اللى انتم تحبونها لكن هذا تقريبا اسهل شي ومتوفرة في كل البيت بنضيف هنا المويا واضفنا بعد كذا الكاكاو البودرة وخليته بس شوية كذا يدفع بعد كذا اضفت ضرف الكرام كراميل نخلطه كويس مع المويا الى ان يدوب تماما اول ما يغلي خلاص نبعدها من على النار ونسيبها شوية تدفع بعد كذا نضيفها على اخر طبقة بحيث ان احنا انا بالنسبة لي قاست اوزعها كذا بشويش وبعد كذا اضفتها بالسكب بس لازم تسكبوها على ملعقة عشان ما تصير لكم ثقب في الطبقة اللى تحتها بحيث انكم تحطون الملعقة في حافة القالب وبعد كذا تسكبون الخليط بشويش على الملعقة بحيث انه ينسكب على جدار القالب وينزل بهدوء على باقي القالب كامل والان نحطه في الثلاجة اللى ان تتماسك كل المكونات وكذا يكون معانا شكل حلو ومرتب ولذيذة جدا انا بالنسبة لي حبيتها جدا وان شاء الله انتم كمان تعجبكم اذا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك وتعليق وعملوا شير لاصحابكم واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة